وتركز بشكل شبه حصرية على استبدال المواد الهايدرو كربونية بالبدائل وعلى أنواع لمصادر طاقة جديدة أكثر من التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية من جدة ينضم إلينا الباحث والمستشار في شؤون الطاقة دكتور يوسف الشملي دكتور يوسف مرحبا بك ما أهمية ودلالات هذه التصريحات لأمين الناصر الآن؟ أهلا وسهلا أخي أستاذ خالد دائما سعيد في الحديث مع العربية طبعا التصريحات رئيس شركة أرامكو أتت في مؤتمر سيرويك هذا مؤتمر يجمع شركات الطاقة وخصوصا النفط والغاز في تكسس ويناقش طبعا مستقبل قطاع الطاقة عموما طبعا تصريحات رئيس شركة أرامكو السعودية أعتقد أنها ترسل رسائل للعديد من التقارير التي صدرت مؤخرا من وكالة الطاقة الدولية التي طبعا كانت تطلق أنه التوقعات أنه يصل الضروة الطلب على النفط قد تصل في العام 2030 بعدها قد يستوي الطلب ثم يبدأ بالانخفاض وأيضا الدعوات التي طبعا أطلق لها من وكالة الطاقة الدولية والعديد من المجموعات المناخية وهو وقف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والتحول بعيدا عن قطاع الوقود الأحفوي وهذا نوعا ما هو سبب إعادة ساءة الفهم إلى ماذا يعنى بتحول الطاقة وأعتقد أن الشركة أرامكو فلسفتها هي نجازة تعييف ماذا يعنى بتحول الطاقة هل هو الابتعاد وإبدال النفط والغاز بمصادر طاقة بديلة التي هي مثلا الطاقة المتجددة أو أنه التحول إلى نظم طاقة مثلا من النفط إلى الغاز أو أنه يكون هناك قطاع مثلا نفطي ويكون بالكامل يعني صديق للبيئة مثلا يعتمد على التقنيات الحديثة مثل هايدوجين والتقنيات الصديقة للبيئة فأعتقد هنا السياسة تلعب جدا دوء وأعتقد أن الخطاب هذا يوصل إلى وسائل جدا مهمة للعديد من الخطابات السياسية التي في نظري نوعا ما متناقضة وتبدي مصالح قطاع أو دول على دول أخرى سرامكو في هذه الجلسة دعا إلى ضبط مسار تحول الطاقة واعتبرنا الاستراتيجية الحالية هي استراتيجية فاشلة لم تحقق أي نجاح إلى أي مدى مثل هذه التصريحات تلقى صدى وبالتالي يمكن تغيير هذا النهج الدولي فيما يتعلق بمسار تحويل الطاقة هو أخي خالد المسألة ليست بالسهلة لأنه طبعا الموضوع قطاع الطاقة وسياسات الطاقة بالعادة تعد تحدد من مؤتمر الكوب مؤتمر المناخ الذي يعقد كل سنة ويعقد مؤخرا في الأمارات العربية المتحدة وكان هناك فيه اتفاق دولي على أنه يكون فيه نوعا ما ابتعاد عن الوقود الأحفوري لضبط درجة الحرارة عند الـ 1.5 درجة مئوية لكن أعتقد أنه بدأنا هذا من ناحية لكن من ناحية أخرى مثلا في بريطانيا في بعض الدول الأوروبية جلسة أو أنهم يجلس يعيدون حساب للتكلفة تكلفة اللي هو الابتعاد عن الوقود الأحفوري وتكلفة الطاقة المتجددة خصوصا أن الاقتصاد العالمي حاليا نبون بأزمات الأزمة الأولى للتضخم طبعا عندنا حرب في شرق أوكرانيا أو في شرق أوروبا وهذه طبعا أدت إلى نوع ما من الخلل في أمدادات الغاز فالتكلفة الاقتصادية جدا كبيرة وأعتقد هنا لهذا اللي ممكن تحدث أو باب أنه يعاد صياغة مثل هذه التوجهات وبالتالي يكون هناك في إعادة تعيف لماذا يعنى بقطاع التحول أو التحول في قطاع الطاقة في نظري سيكون هناك نوعا من التحول لكن التحول هذا سيكون جدا مربوط بالعامل التقني وشفنا مثلا في بداية الأزمة الأوروسية الأوكرانية وأيضا في نهاية 21 عندما كان هناك خلل في إمدادات الغاز وبالتالي كان كل الاستثمارات ذهب للقطاع الطاقة المتجددة وكان هناك في أسعار مفرطة أو اتفاع مفرط في أسعار الغاز فأعتقد هذا يبين لك أن الطاقة المتجددة نوعا ما ما تعطيك إمدادات آمنة وموثوقة مثل النفط والغاز مثل الطاقة النووية وبعض مصادر الطاقة الأخرى فأعتقد هنا هذا اللي يحتاج العالم إلى صياغته وأعتقد أن الشركات الطاقة عموما شركات البتول لها دور جدا مهم في إعادة هذه الصياغة بالتالي خلال السنوات القليلة وصولا إلى ذروة الطلب على النفط كما تتوقع وكالة الطاقة كيف يمكن نتوقع ونقرأ حالة الصراع إذا جاز لنا وصفها بين من يحاول شيطنة النفط والغاز ومن يدافع أيضا في المقابل بناء على ارتفاع الطلب العالمي أوروبا أيضا والأزمة التي تعيشها بالإضافة إلى التباين بين التقارير الوكالة الدولية وبين شركات النفط دكتور يوسف هو أخي خالد هنا عندك طبعا ذكرها مدير وكالة الطاقة الدولية أنه إذا ما كان هناك فيه تدخل من الحكومات ما سيكون عندك أي تحول في قطاع الطاقة نحو فصادر طاقة مختلفة إذا تركنا الموضوع للأسواق وهنا ترجع طبعا العوامل السياسية طبعا ما أحد يعرف كيف ستكون السياسات المستقلة مثلا الانتخابات الأمريكية السنة هذه هل سيعود مثلا الرئيس الأمريكي أو ترامب مثلا ساحة الرئاسة بالتالي قد يكون هناك فيه نوعا ما افتعاد أو أنه إعادة إحياء إلى قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة بكالي تضعف أجندة المناخ فهنا هذا الصراع اللي جاس يحصل على الأجندة السياسية أيضا في أوروبا في آسيا أعتقد أنه أكثر اللي جالس هنا في حلقة مفقودة أنه جاس نشوف الغرب أو العالم الغربي مركز على موضوع المناخ لكن تيجي للصين للهند والعالم الجنوبي هذا اللي هو هنا القطاع أو أنه الطلب على طاقة جالس ينمو هنا عندك أزمة فقط طاقة وهنا الطلب والأسواق اللي ممكن ينمو فيها الطلب على النفط والغاز والوقود الأحفوي فأعتقد ليست المسألة واضحة لكن إذا كان هناك فيه نوعا ما من القرارات السياسية التي تأخذ بعيدها اعتبار مصالح جميع الدول هذا اللي يحتاج العالم إلى صيافة وهذا اللي أعتقد هنا موضوع الأمم المتحدة ومؤتمرات المناخ جدا مهم في توجيه العالم نحو الطريق الصحيح شكرا لك دكتور يوسف الشمري الباحث والمستشار في شؤون الطاقة كنت معي من جدا